طيب، انت لسه تلعب جيتار؟ تحب تلعب جيتار؟ اه، والله آه، ساعت باخد الجيتار معايا كده يلس بتلعب على.. 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 لا الجهاز الجديد ده اللي بدأ المعرفة لا لأ ده أنا بس غالباً في مصر ده الوحيدة اللي في مصر بتلعب عليه، معرفش ايه ده أصلاً ده اسمه يوكوليلي اسم مين؟ يوكوليلي يتلقت الخديطه في اسبانيا وعدت تلعب به في الشارع وعدوها في لوز بقى طولها في نورك يوه وفجأة يعني أنا بصور فيديو مع اصحابي بصور فيديو مع اصحابي لقي ناس وقفة وبتحط لي فلوس وتصور معايا شو ما ليه؟ امتى حصل؟ طلع رحلة مع المدرسة راعت ببسكة وراعت بصورها في الشارع معاك عاريت الدور بتاعه في المسلسل الجديد بتاع رمضان مع محمد رمضان مع المسلسل البرنس؟ لأ والحد دلوقتي ما تكلمش عن الدور قوي بس هو متحمس جداً يولينا ديوم متحمس ان شاء الله هطلع اخو محمد رمضان مم ودور بالنسبة لي جديد قوي مختلف ومش بس دراما رجوع ليه في الكوميديا تاني هاي لو سألتك وقلتلك مين البرنس النهاردة في الأداء على الشاشة هتقوللي مين؟ آآ لا كتير يعني مش آآ في ناس كتير مبدعة يعني آآ آآ يعني يعني السنة اللي فاتت عملت مع أحمد السقف آآ مرسلسل حلو قوي كنت رائح آآ آآ جلد الغلابة آآ كنت جميل ومحمد رمضان طبعا عمل آآ كان الأسطورة جامد جداً جداً عشان كده متحمس دوته مع آآ مع المخرج المبدع محمد سامي وكيد هيعمله يعني من أهم المشلسلات اللي معمولة في رمضان وكمان محمد سامي كاتب قصة حلوة قوي 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 فوق ما تتخيل بصراحة آآ ومحمد رمضان آآ أنا أول مرة تعامل معاه في آآ آآ عمالنا بروفا بصراحة إنسان قد إيه أنا شايفه متواضع وبسيط وآآ وآآ بيحب شغله بطريقة غير طبعية إيه الشخصية اللي أنت نفسك آآ تجسده؟ آآآ اجسده جسدته. يعني كان اخيرها الصعيدي. هسألك سؤال ترد عليا بالصعيدي. يعني لو افتكرت اقول بقى كبير. ليه الزنقة دي يا عم. كان معانا مترجم سعيدي طول الوقت وقاعدين. ازاي الصحة? ايه انا عامل ايه انا بالوقت? هسأل من كده ايه? زي الصحة? كويس. كويس بالصعيدي. كويس بالصعيدي. بس بيقولوا كويس. ازاي الحال? اه. الحمد لله. راضي عن بنتك بالصعيدي? بلاش الصعيدي بقى عمر عشان. يعني لو انت مخرج وعاوز ممثلة زي مالية ايه اكتر دور ممكن يريق عليها? بس عايزي تجدها الصعيدي. انا انا ما عارفش كيف اه تقدر تمثل الدور ده. بس هي موهوبة. ما تحرجنش بطر من كده عمر عشانك بتزدقني في حاجة يعني انا هاتي كلام ونترجمه ونقوله. ما انا عامل مسلسل. والله وانت موهوب كمان ايدور. ده كده قلبت لبناني. ده كده. في تاريخك مع لجوانا اغاني كتيرة جدا عاشت طبعا في قلوب الناس واجدانها ومنها اغانية بحبها قوي اللي هي لندا لندا. دي اكتر اغانية. ممكن نسمحها منك كانت اغانية. لندا لندا يا لندا. لندا لندا يا حياتي. لندا لندا يا لندا 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 يا نور عيني. انا بحبك اسألي قلبك هو يقولك يا لندا. تعرف انا كنت هسمي ماريا لندا? او. انا بسمي لاندا. يعني كانت الاغنية دي وقت ما خلفت ماريا. فكنت بفكر سميها لاندا. وبعدين بقى رجعنا في كلاماتين. ماريا لايق على ماريا. ايه? مين سميها ماريا? اه انا سميتها ماريا لان انا انا واخواتي عاملين كل ولادنا بحرف الام. فا قولنا لا مش هنطلعها بقى. فدخلت على الميم. او دخلت على الميم بقى. اه. او دخلت على الميم بقى.